كل التحية لك كابتن أيمن وكل التحية لضيوف حضرتك الكرام من هنا من أستاذ القاهرة الدولي والقمة 120 لصوت يعلو فوق صوت القمة 120 ما بين الأهلي والزمالك زي ما حضرتك استعرضت وضيوفك الكرام خطط اللعب وطريقة اللعب لكل جهاز فني سواء فييلر في النادي الأهلي أو باتريس كارتيرون سواء لي نادي الزمالك منذ لحظات أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني النادي الزمالك التشكيل اللي يخود بأحداث اللقاء وهي الطريقة المعتادة والمحببة لباتريس كارتيرون 4-2-3-1 في حراسة المرمة محمد أبو جبل في اليمين حازم إمام في الشمال محمد عبد الشافي 2 مساكين محمود علاء ومحمود حمدي إلوينش 2 في دايرة المنتصف طارق حامد وفرجاني ساسي قدامهم مسلس جومي مكون من يوسف أوباما عليمين وأحمد سيد زيزو وعلى اليسار أشرف بن شرقي ورأس حربة مصطفى محمد على مقاعد أبو دلاء نادي الزمالك في هذا اللقاء محمود جنش حسام عبد المجيد محمد عبد الغني إسلام جابر محمد أونجم حسام أشرف عمر السعيد كاسونجو كابونجو وأسامة فيصل كان وصول النادي الزمالك إلى ملعب اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف أيضا وصول طاقم التحكيم بقيادة إيفان بيبك إلى أرض الملعب في تمام الساعة السابعة يعني تفقد أرض الملعب هو طاقم التحكيم وأثنى على ملعب اللقاء وشكر فيه وأتكلم على جودة أرض الملعب المنظر والمشهد الحضاري اللي لقى استحسان الجميع يبقى فقط التوفيق نتمنى طبعا التوفيق للنادي الأهلي في هذه القمة القمة 120 وقبل ما ترجع الكلمة مرة تانية لك يا كابتن أيمن النهاردة القمة 120 عايز أذكر بحضرتك وأكيد هتتذكر هذا الأمر القمة 60 ما بين الأهلي والزمالك كانت انتهت بفوق اللي كانت أقيمت يوم 22 إبريل عام 1987 وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف أحرز هدفي النادي الأهلي كابتن أيمن شاوي بينما أحرز هدف نادي الزمالك جمال عبد الحميد إن شاء الله يتقرر الانتصار النهاردة في القمة 120 ويفوز النادي الأهلي من جديد تعود الكلمة إليك يا كابتن أيمن ولديوف حضرتك الكراب شكرا فروغ ألب شكرا حنروح لشريف فؤاد من سادق قهرة وتشكيل النادي